تأكيداً على الهوية العمرانية والمعمارية لساحة بابتومة باعتبارها أحد أهم الفراغات العمرانية في دمشق القديمة مقترحات مشروع تصميم حضري لفراغ الساحة ضمن بهو مكتب عنبر في دمشق القديمة بتتعاون مع كليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة بجامعة دمشق والجمعية البريطانية السورية تم إطلاق هذه المبادرة بالشهر الثالث من السنة الماضية كمسابقة لأجمل تصميم حضري لفراغ مميز من أهم الفراغات بدمشق اللي هو فراغ دمشق القديمة فراغ ساحة بابتومة يعتبر من أكمل الفراغات وهو المدخل الرئيسي لدمشق القديمة من هون انطلقنا من رؤيتنا بدمشق القديمة لأجمل تصميم ونروح باتجاه وصله مع محور بابتومة الإشلي اللي هو محور مدروس وقابل للتنفيذ وبالتالي ضمن هاي المخططات أو المسابقة لح نوصل لأجمل تصميم ونحطه ضمن الدراسات التفصيلية إن شاء الله للوصول لتنفيذه النقطة المهمة إنه المجموعات كانوا بحدود 16 أو 17 مجموعة هن من فئة الأعمار من طلاب السنة الخامسة ونحن طبعا مهندسين معماريين ومن الفنون الجميلة ولسن 30 تمت على عدة مراحل طبعا نحن كتنظيم كان في عنا دور كتير واسع بالإشراف على العمليات اللوجستية من شرح للموقع أخذنا المتسابقين كلهم على الموقع نفسه والتسهيلات لها حتى يقدروا يصوروا ويرفعوا ويشتغلوا على هاي طبعا لجنة الحكام تابعت مع المتسابقين بالمراحل الثانية والثالثة حاولنا أتضم نقدر نحاول ندخل إنه بعض الأفكار اللي هي مثلا الموجودة عند جيل الشباب اللي هي ممكن تلتقي مع احتياشات مثلا على مستوى المدينة الأديمة نحن مثل ما نعرف المدينة الأديمة نحن هلأ دخلة الألفية الثالثة والحقيقة الحفاظ على المدينة الأديمة وهويتها هو هدف للجميع ونحن ككلية هندسة معمارية نعتبر هذا الموضوع هو بمسنا بشكل مباشر الحفاظ على الهوية وكيف ممكن أيضا الوظائف اللي هي بتحتاجها كيف ممكن تدخل القناشين بكل الفرق أو بكل المجموعات في شيء ممكن يتاخذ على التنفيذ فممكن يكون المخرج النهائي هو خليط من بعض العناصر اللي متواجدة بالمشاريع المعروضة وطبعا هذا الشيء بيتبع للمحافظة واللجنة اللي حتابع معهن للوصول للحل النهائي التنفيذ المقترح أكيد عنصر الشباب هو عنصر مهم لأنه أفكارهم إبداعية وجارية وأساسا عنوان المسابقة هي فسحة إبداع فكتير كنا عم نشجعهم ينطلقوا أول شيء بعدين شوي أضطرناهم بالمحددات المكانية نحن حاولنا نعمل ساحة بلازة تفاعلية بتكون هي أكتر تخديمة للمستخدم واللمشات طبعا مع المحافظة على تطفق المروري بشكل أكيد عملنا فيها أفكار شوي جديدة مثل مثلا نفتح زجاج إلى أساسات الصور وأساسات الباب بتكون مغطاية بالزجاج بحيث ممكن مستخدم أنه يمشي فوقه اشتغلنا على محيط الساحة طبعا دمجنا فيها الفراغات المقابلة ولقينا حل مروري لمشكلة المواقف اللي بمنطقة بابتوما أنه فعلنا الكراج المقترح بمنطقة الفراين وكمان حاولنا ندمج حديقة خولة بأنه نوسع ممرات المشات وندمجها بمشروعنا ومقترحنا لساحة بابتوما هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الواقع الجمالي لساحات دمشق خصوصا المدينة القديمة وضرورة أن يحافظ التصميم على الهوية العمرانية والمعمارية للمكان والمعالم الأثرية والتاريخية والثقافية